السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم الجزء الثاني من دروس مجال العقيدة الإسلامية للصف الثاني عشر أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يذكر نماذج من القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم وأن يستنبط القيم الإيمانية من الأمثال في الآيات الكريمة أعزائنا الطلاب مر بنا في الجزء الأول من الدرس توضيح مفهوم المثل القرآني وعرفناه بأنه أسلوب من أساليب التشبيه يعمل على تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية ثم ذكرنا لك نماذج من فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأن أبرزها ثلاثة فوائد منها تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية وأيضا الترهيب في الأعمال الصالحة وأيضا الترهيب والتنفير من الأعمال والأفعال غير الصالحة وذكرنا مثالا على فائدة تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية من خلال الآية التي تصف الكفار الذين يتخذون من دون الله أولياء بأنهم كالعنكبوت التي تتخذ بيتا لكن بيتها من أوهن وأضعف البيوت فهذا المثل يقرب المعنى من خلال صورة حسية والمثال الثاني في الترغيب في الأعمال الصالحة ذكرنا لك الآية الكريمة التي تشبه عمل المنفقين في سبيل الله بالحبة التي تنبت سبع سنابل وكل سنبلة من هذه السنابل فيها مئة حبة فكان هذا المثال توضيحا وترغيبا بالعمل الصالح لأن الأجر يضاعف لصاحبه فهذه السنبلة أو هذه السنابل تتضاعف فيها الحبوب وكذلك حسنات الإنفاق في سبيل الله وهذا المثال يأتي للترغيب بالأعمال الصالحة أما المثال الثالث حول الترهيب والتنفير من الأعمال والأفعال غير الصالحة فقد ذكرنا الآية التي تصف فعل الغيبة وقول المسلم أمرا غير محمود عن أخيه في غيابه ويسمى هذا الفعل بالغيبة بأنه يشبه أكل الإنسان من لحم أخيه وهو ميت وهذا الأمر مكروه وتعافه الأنفس وهذا المثال ذكر لنا لينفرنا ويجعلنا نرهب ونخاف من فعل الغيبة فهذه فائدة ثالثة من فوائد الأمثال في القرآن ألا وهي الترهيب والتنفير من الأعمال والأفعال غير الصالحة ومع الهدف الأول أن يذكر الطالب نماذج من القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم عديدة منها القيمة التالية الآخرة باقية والدنيا فانية قيمة أخرى وهي أن الكلمة الطيبة أثرها دائم متجدد وقيمة أخرى وهي لا إله غير الله تعالى وكل البشر مخلقون وقيمة أخرى وهي حفظ الأعمال من البطلان وسنفصل لك كل مثال من هذه القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم القيمة الأولى في أمثال القرآن الكريم الآخرة باقية والدنيا فانية قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا مثل الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ماء المطر فاختلط به نبات الأرض إذن تنبت الأرض بعد أن ينزل عليها الماء ثم يصبح ذلك كله حطاما وهشيما تذروه الرياح فذلك مثل الحياة الدنيا فقد شبه الله تعالى حال الدنيا في قصرها وسرعة زوالها بالماء الذي نزل من السماء فارتوت به الأرض وأنبتت ألوانا من الزروع والثمار لكنه سرعان ما يذبل ويصبح هشيما متفتتا تذهب به الريح ولا يبقى منه أثر وهكذا حال الدنيا التي تبدو جميلة مزهرة وفجأة لا تجد في يديك منها شيئا وذلك ليعتبر الإنسان ويتعظ من زوالها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا القيمة الثانية في أمثال القرآن الكريم الكلمة الطيبة أثرها دائم متجدد قال تعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إذن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها فقد شبه الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة المثمرة فجذورها ثابتة في الأرض وفروعها في السماء وتعطي ثمارا يانعة وكذلك حال الكلمة الطيبة التي يبقى أثرها دائما متجددة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين إذن الكلمة الطيبة أثرها دائما متجدد القيمة الثالثة من قيم أمثال القرآن الكريم هي لا إله غير الله تعالى وكل البشر مخلقون وفي ذلك يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقد شبه الله تعالى خلق عيسى عليه السلام بخلق آدم عليه السلام الذي خلق من غير أب ولا أم فليس خلق عيسى بأعجم من خلق آدم وكل ذلك بأمر الله تعالى وقدرته كن فيكون وهو دليل على وحدانية الله تعالى وتفرده بالخلق ودليل على قدرته جل وعلا وأنه تعالى المستحق وحده للتوحيد والعبودية والطاعة القيمة الرابعة من قيم أمثال القرآن الكريم هي حفظ الأعمال من البطلان قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين كمثل صفوان والصفوان هي الصخرة الملساء هذه الصخرة لو كان فوقها تراب صفوان عليه تراب وأصابه مطر فسيبقى صخرة صلدة ملساء لا تنفع للزرع إذن شبه الله تعالى المنفقين رياء وسمعة أن ينفقون أموالهم لكي يراهم الناس ويمدحوهم بالحجر الذي يغطيه التراب كيف ذلك؟ لأن الناظر يحسبه تربة صالحة للزرع فإذا زرعه الزارع وأصابه المطر جرفه الماء من وجه الحجر ثم لم يترك منه شيئا وبقي مكانه صلدا أملس فخاب أمل زارعه وقد يعجب الإنسان بإنفاق بعض الناس لكن إنفاقه ليس في سبيل الله فيضيع عليه الأجر ولا يبقى له منه شيء وهكذا حال الصدقة التي يتبعها المن والأذى المن على المتصدق عليه فإن المن والأذى يذهبان أجر المتصدق وفي هذه الآية تنبيه إلى إخلاص النية لله تعالى وحده حتى لا يبطل أجر الصدقة كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا إذن القيمة في هذه الآية حفظ الأعمال من البطلان والآن عزيزي الطالب إليك السؤال التالي أذكر ثلاثة أمثلة على القيم الإيمانية في أمثال القرآن الكريم القيم التي تعرفنا عليها في هذا الدرس هي الدنيا فانية والآخرة باقية نعم والقيمة الثانية أحسنتم الكلمة الطيبة أثرها دائم متجدد والقيمة الأخيرة لا إله غير الله وكل البشر مخلوقون وإن شئت أن تستزيد لتتعرف على قيم أخرى إيمانية في أمثال القرآن الكريم فابحث عنها تجدها في كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم وصلنا إلى الهدف الثاني أن يستنبط الطالب القيم الإيمانية من الأمثال في الآيات الكريمة ننتقل معا أعزائنا الطلاب إلى كتابك والصفحة 123 أقرأ الآيات الكريمة الآتية وأستنبط القيمة الإيمانية من الأمثال فيها الآية الأولى قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبن إلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون المثل في هذه الآية الكريمة هو تصدع الجبل لو نزل القرآن عليه خوفا من الله تعالى إذن القيمة الإيمانية في هذا المثل القرآني هي نعم خشية الله تعالى والخوف منه الآية الثانية قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال والمثل في هذه الآية الكريمة هو مثل الزبد الزبد الذي تحمله السيول إذا سالت والزبد الذي يعلو المعدن إذا صهر في النار فهذا الزبد وهذا الزبد يذهب جفاء ولا ينفع الناس وهذا مثل الحق والباطل إذن القيمة الإيمانية في هذا المثل هي نعم بقاء أهل الحق وذهب أهل الباطل مهما علوا لأنهم كالزبد الذي يعلو الماء أو يعلو المعدن المنصهر ننتقل الآن إلى الكتاب والسؤال الثالث صفحة 125 حيث يقول استخرج من الآيات الكريمة الآتية القيمة الإيمانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ما القيمة الإيمانية المتضمن في هذا المثل أحسنتم حفظ الأعمال من البطلان الآية الثانية قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ما القيمة الإيمانية في هذا المثل في الآية الكريمة رائع لا إله غير الله وكل البشر مخلوقون أحسنتم ننتقل إلى السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي وسنترك لك المجال لتقرأ الآية ثم تحدد القيمة المناسبة المضمنة في المثال المذكور في الآية الكريمة الآية الأولى أحسنتم القيمة هي الآخرة باقية والدنيا فانية أما الآية الثانية اقرأها وفكر في القيمة الصحيحة المضمنة في المثل المذكور فيها صحيح صحيح الترهيب والتنفير من الأعمال والأفعال غير الصالحة في ختام درسنا لهذا اليوم نذكر القيمة الإيمانية التي وردت في آيات الأمثال وهي كما يلي أول قيمة كانت معنا اليوم نعم الآخرة باقية والدنيا فانية والقيمة الثانية الكلمة الطيبة أثرها دائم متجدد والقيمة الثالثة لا إله غير الله وكل البشر مخلوقون والقيمة الرابعة حفظ الأعمال من البطلان بارك الله فيكم ختاما أن نقول لكم شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر